النادي أعلن أيضا منذ قليل تهنئة المنتخب المغربي الشقيق النادي الأهل ومجلس إداراته وأعضاءه وجماهيره يتقدمون بخالص التهاني للمنتخب المغربي الشقيق وكل الجماهير المغربية والقائمين على المنظومة الكروية بمناسبة التأهل عن جدارة لدره 16 في بطولة كأس العالم التي تجرى على الأراضي العربية في قطر وبيقول المجلس المنتخب العربي أسأل مغربي أسعد كل العرب مؤكد شوف أستاذ الرئيم يبقى لك التخطيط من إمتى منذ أن انتوزع حقه في استاد رادس وهو في مباراة الفاينال مع ترجي والفار ومش الفار والقصة اللي عارفينها ماش الوداد الوداد ابتدوا الشغل بقى لأ مش هنسبح بتكرار هذا أولاً وسنسعى إلى الفوز بالبطولات وتجاوز الأمر الأندية اللي هي ما الناس مش واخدة بالها الأندية إذا نجحت نجح المنتخب صحيح وهو ده المكون الربط التاريخي بين الأهلي والمنتخب كل انتصارات المنتخب الوقت إنما احنا نعمل بقى ما تيجي الكعبل الأهلي ها عنشان مش عارف ايه في كعبل المنتخب ايه ولو ولا يهمك فيكافأ المشرف على المنتخب الذي لما يحقق أي من أهداف الكرة المصرية هو الاستفتاء أحسن مشرف متخب هو مالوش دم بالكابتن حازم إمام فليكرم بأي صفة أخرى لكن هو انت قارنته بمين عشان تعرف أن ده أحسن مشرف متخب مع مين يعني 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 في الدول العربية ولا في مصر ما هو متخب واحد يعني وهو ده اللي إنما يستحق التكريب ده عندك ميت سبب تكرم الكابتن حازم إمام هو ده لعيب ما عندوش من التاريخ والبراعة والحصاف يأخده أحسن إعلام يعني إنما أحسن مش المتخب دي أنا ما فيمتاش مع مين يعني مين اللي كان ضده وللسفتاء مين كان ضد مين يعني كنت حتت مين في المعيار يعني فهي حاجات بتمر عليك فتكتشف إن انت هي المسألة بس إيه إن يعني نعمل حاجة ويعني يعني يعني دي انتصار لانتماء ولا حاجة لا الانتصار يجب أن يكون لأهداف البلد وأهداف عامة وأهداف تخص تطوير كرة القدم تعارف إنت لو لو أنت قلتلي يعني أحسن مجلس إدارة يبقى أنت بتقرن مجال السابقة يبقى أنت بتقرن خطط بخطط لكن هو المشرف بيعمل إيه المشرف ده بيعمل إيه يعني يعني ما حد يقول لنا يعني إيه الفرق بين المشرف الجاد والمشرف السايق أي أو ده مشرف إيه يعني يعني هو أنا مش ضد إطلاقا أن يكرم أي شخص بس حتى عشان قيمة التكريم لازم يبقى موضعيته أي رب نهدي